من باريس تنضم إلينا مراسلة غد فاطمة بالعيد دعينا في التفاصيل فاطمة حول هذا الإخلاء نعم نعم قال مصدر أملي فرنسي اليوم إنه تم إخلاء برج إيفل بالكامل وبكل شوارع المحيطة به وذلك لتلقي الشرطة اتصال هاتفي من مجهول وتقول المكالمة أنه هناك قنبلة متواجدة في المكان هرعت شرطة فورا تلقي المكاملة كلمة إلى إخلاء المكان التحقيقات لا تزال جارية الآن في الموضوع ويتم تطويق المكان بحاجز أمني ولا يمكن لأحد دخول إلى المكان ونحن الآن في انتظار الجديد عبر موقع الشرطة في تويتر وفي وسائل الإعلام الفرنسية لنناول لكم بآخر الأخبار حول هذا الموضوع طيب كيف تبدو الحالة الأمنية الآن نحاول أن نتابع معك من خلال هذه المشاهد التي نتبعها على الشاشة كما ذكرت هناك طوق أمني ولكن التفاصيل ذلك فيما يتعلق بأيضا الأوامر المصدرة في هذه المنطقة ومحيطها للمواطنين والمرين في ذلك المكان نعم وفقا للأوامر لا يمكن لأي شخص الدخول إلى المنطقة وحتى بالأحياء المجاورة للمكان وذلك لأن الشرطة تطويق كل الأحياء المجاورة والمباني المجاورة بما أن البرج إيفل هو موقع استراتيجي وسياحي كبير في فرنسا الجهاز الأمني يطويق المكان الشرطة تحاول منع الناس من الاختراب من المكان وتجري وهناك إجراء لتحقيقات جارية في هذا الموضوع لحد الآن لم تعرف هوية المتصل يتم التحقيق في هذا الموضوع شكرا جزيلا لك من باريس فاطمة بلعيد سنكون معك أولا بأول التعرف على مستجدات الموقف فيما يتعلق بوجود قنبلة في برج إيفل الفرنسي اشتركوا في القناة